لم تسمع عنها من قبل الصراصير هي أكثر الحشرات الممقطة لدى الأغلبية وسواء أحببنا أو كرهنا فهي كذلك حيوانات جذابة هل تعلم أن الصرصار يمكن أن يعيش عشرة أيام بدون رأس؟ هذا إن لم يلتهمه حيوان مفترس ويعود هذا الأمر لعدة عوامل أولا لا يتوفر الصرصار على أنف ليتنفس به بل يتنفس عن طريق الفتحات التنفسية الموجودة أسفل الظهر وبذلك فهو لا يحتاج لأنف ولا رأس السبب الآخر في بقاء الصرصار على قيد الحياة بدون رأس هو الضغط الدموي حيث يكون هذا الأخير منعادما تقريبا عند هذه الحشرة كما أنه لا يتوفر على دماغ يتحكم في جميع الأجهزة بالجسم كما هو الحال بالنسبة للإنسان وهو ما يجعله يبقى حيا لمدة طاولة بدون رأس ولا يموت إلا جوعا أو بهجوم حيوان آخر هل تعلم أن بيل مورغان هو أكثر الأشخاص حظا في التاريخ؟ وكل ما سأحكيه لك حدث عام 1998 حيث تعرض بيل لحادث خطير نجى منه بعجوبة بعد ذلك بأيام تسببت له الأدوية التي كان يتناولها في أعراض حساسية مفرطة مما جعل قلبه يتوقف ليعلن ميتا كيميائيا وخلال الأربعة عشر دقيقة من إعلان الأطباء عن وفاته عاد للحياة من جديد ليس هذا فحسب بل فاز بعدها باليناصيب مرتين حيث فاز بصيارة بقيمة 25 ألف دولار وأثناء التصوير معه اشتر بطاقة يناصيب أخرى وفاز هذه المرة ب250 ألف دولار هي له من رجل إذا أعجبت بشخص ما فمن المؤكد أنك ستقوم بكل ما في استطاعتك لتلفت انتباهه ستقدم له هدايا وتهتم بنفسك أكثر مما كنت تفعل من قبل وتكتب له باستمرار هل تعلم أن الحيوانات هي الأخرى تقوم بذلك؟ هي فقط تستعمل تقنيات جذب أخرى هناك طرق غريبة ونادرة كتلك التي يستعملها الماعز وإذا اقتربت يوما من قطاعها فستلاحظ أن هناك رائحة قوية وربما مثيرة للشمئزاز إنها رائحة يفرزها الماعز وتخرج عادة مباشرة من الغذة المتواجدة تحت قرونها وكذلك من بولها ورغم أن هذه الرائحة مقززة بالنسبة لنا نحن البشر فهي مثيرة وجذابة للماعز وغالبا لكي يرفع الذكر إمكانية أن تعجب به الماعز الأنثى يقوم بوضع بوله على وجهه وساقيه الأماميتين وكذل حيته وصدره نعم إنها تقنية إغراء جد فعالة بالنسبة لهذه الحيوانات أترككم مع هذا المقطع عادات الإنسان أثناء النوم هو موضوع عميق ومعقد ومن الصعب البحث فيه دون الشعور بالملل لكن لحسن الحظ أنه بعد ملاحظة العديد من الأفراد وهم نيام فهم بعض الخبراء بشكل ما كيف يتعامل الدماغ أثناء النوم هل تعلم أن هناك طريقة عملية للنوم تساعدك على الاستيقاظ مرتاحا؟ تعرف هذه القاعدة بقاعدة التسعين دقيقة عليك أن تعرف أن دورات النوم تستغرق تسعين دقيقة وأثناء هذه الدورات نمر من ثلاث مراحل ومن الأفضل أن تستيقظ في مرحلة النوم الخفيف فإذا استيقظت في مرحلة النوم الثقيل ستشعر بالتعب وتقضي يومك وأنت منزعج لتطبيق هذه القاعدة عليك أن تنام مدة تكون قابلة للقسمة على تسعين دقيقة مثل ساعة ونصف أو ثلاث ساعات أو أربع ساعات ونصف أو ست ساعات أو سبع ساعات ونصف وليس ثمان ساعات كما نعتقد منذ زمن بعيد فمثلا إذا كنت تعلم أنك لن تنام إلا لوقت قصير ولا تريد أن تستيقظ متعبا فلا تضع المنبه إلا بعد مرور أربع ساعات ونصف على الأقل وهكذا تكون قد وجدت الحل حتى لا تستيقظ وأنت كسلان المتعب قام المسؤول عن مجلة الطايم منذ 1927 باختيار شخصية السنة حيث تخصص عددها لشخص ما أو مجموعة من الأشخاص الأكثر تأثيرا في الساحة الدولية وذلك بسبب أعمالهم وفي السنوات الأخيرة تم نشر العديد من الشخصيات التي تعرفها مثل باراك أوباما والأشخاص الذين حاربوا الإيبولا ومارك زوكيربيرك أو فلاديمير بوتين هل تعلم أنك أنت كذلك كنت جزءا من غلاف المجلة؟ نعم أنت هل تصدق الأمر؟ عام 2006 قررت المجلة أن ملايين وملايين من المواطنين الذين يستعملون الانترنت بشكل يومي يستحقون أن يكونوا جزءا من الغلاف وقد ظهرت على الغلاف صورة حاسوب ماك وقد تم طبعها بمادة تصنع منها المرايا حيث تجد صورتك معكوسة هناك لذلك أضف هذه المعلومة إلى سيرتك الذاتية فقد تم اختيارك كالشخصية الأكثر تأثيرا في العالم لعام 2006 من طرف الطعم إذا شاهدت الأشياء المحيطة بك ستفكر في كل شيء بإسمه لكن هناك العديد من الأشياء نجهل أسماءها لكن إذا كنت تعتقد أن هناك أشياء ليس لها أسماء فأنت على خطأ فلها أسماءها الخاصة في الواقع فالظلام الذي تراه عندما تغمض عينيك له اسم وليس السواد بل في الواقع يدعى أتمنى أن أكون قد نتقتل اسم صحيحا وهذه الأضواء التي تراها عندما تفرق عينيك تسمى فوسفينو وإذا لاحظت فعندما نستمع للأغاني غالبا ما ينطق المغني الكلمات بسرعة وبالكاد نفهمها أو نعتقد أنه قال جملة في حين أنه قال أخرى مختلفة وهذا الاستيعاب الخطئ للكلمات يدعى وإذا كنت تعرف شيئا آخر فاكتبه في تعليقك أسفل الفيديو إذا سئلت عن التاريخ المضبوط لأول يوم لك بالجامعة أو تاريخ حصولك على رخصة السياقة فمن المحتمل جدا أنك لا تتذكر فرغم أن الدماغ يخزن جامعة أنواع المعلومات إلا أنه سرعان ما تمحى بعض التفاصيل من الزاكرة لكونها معطيات غير مهمة هل تعلم أن هناك أشخاص قادرون على تذكر الملابس التي كانوا يرتدونها في يوم محدد قبل خمس سنوات أو أكثر؟ يعتقد أنه يوجد في العالم فقط ستون شخصا يتميزون بقدرتهم الخارقة على تذكر الأحداث وتسمى بمتلازمة فرط الاستذكار أو اختصارا بـ HSAM بالإنجليزية ويحتفظ هؤلاء الأشخاص بسجلات دقيقة لأحداث ماضية وهو غريب جدا حيث يمكنهم تذكر كل الأحداث التي وقعت لهم في جميع أيام حياتهم كما لو أنها حدثت قبل دقائق معدودة وإلى الآن يجهل السبب في امتلاك هذه القدرة بل يتمنى بعض هؤلاء الأشخاص أن يتخلصوا منها ويتمتعوا بذكرة عادية لأنهم في حاجة لنسيان بعض الأحداث خاصة للمؤلمة منها إنه جنون هليس كذلك؟ ترجمة نانسي قنقر